بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيميا عضوية واحد ونمر إذن إلى المحور التاسع والأخير حيث سنقوم بشرح الهيدروكربونات الأروماتية في هذا المحور سنتعرض إذن إلى خاصية الأروماتية ثم سنقوم بشرح أهم الطرق لتحذير البنزين وفي الجزء الثالث سنقوم كذلك بشرح أهم التفاعلات لنواة البنزين إذن بداية بالجزء الأول سنقوم بشرح الخاصية الأروماتية للمركبات الأروماتية إن الروابط كاربون كاربون في نواة البنزين لها نفس الطول كما نلاحظ هنا داخل هذا المركب الذي يسمى نواة البنزين كما أن طول الرابطة في البنزين أكبر من طول الرابطة الثنائية في السلسلة المفتوحة وأقصر من طول الرابطة الأحادية ويعرف عدم تمركز الإلكترونيات داخل نواة البنزين كما هو الأمر هنا نتيجة لوجود ترافق بين الروابط باي داخل النواة كما نلاحظ هناك باي سيجما باي سيجما باي سيجما باي سيجما إذن هناك ترافق بين الروابط باي مما يؤدي إلى تنقل الإلكترون داخل الحلقة وهذا التنقل الإلكتروني داخل الحلقة وعدم تمركزها يعطي للبنزين إذن استقرارية عالية ويسمى بالأروماتية كما تراحظون فإن تنقل الإلكترونيات داخل نواة البنزين بهذا الشكل إذن يمكن تمثيله إذن بإحدى الأشكال التالية هذا الشكل أو هذا الشكل الثاني إذن نمر الآن إلى الخاصية الأروماتية من الخاصية الأولى هنا أن يحتوي المركب الأروماتي على شكل حلقي يحتوي على سحابة إلكترونية في مصار دائري كما نلاحظ داخل الحلقة هنا أو هنا أو هنا وهذا المسار الدائري للإلكترونيات باي يكون فوق وتحت مستوى الحلقة أما بالنسبة للخاصية الثانية للأروماتية فيجب أن تقع ظرات المركب الأروماتي على مستوى واحد وذلك ليحصل أقصى تداخل بين المدارات الخاصية الثالثة هو أن العدد الإلكترونيات أو الإلكترونيات التي تمثل السحابة الإلكترونية يجب أن يكون مجموعها أربع آن مع أثنين وتسمى بقاعدة هوكل حيث أن آن هو عدد صحيح يمكن أن يكون سفر واحد اثنين ثلاثة إلى آخره يمكن مثلا التثبت من المركب الأول النفثالين هل ينتبق عليه قاعدة هوكل أم لا إذن نقوم أولا بحساب عدد الإلكترونيات في مركب النفثالين كما تلاحظون هنا هناك إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة أزواج إلكترونية وبالتالي إذن هناك عشرة إلكترون إذن عشرة إلكترون هنا سنبحث هل تساوي إذن المعادلة ثنين مع أربع آن مع آن يجب أن يكون عدد صحيح إذن سنتثبت من ذلك إذن عشرة يساوي ثنين مع أربع آن يساوي ثنين مع أربع آن إذن فبالتالي أربع آن يساوي عشرة لحظة ثمانية إذن ثمانية إذن فبالتالي إذن آن يساوي ثمانية على أربع يساوي إذن ثنين إذن العدد صحيح فبالتالي إذن النفطلين ينطبق عليها قاعدة هوكل سنتثبت كذلك من نواة البنزين نواة البنزين كما تلاحظون كذلك تحتوي هنا ثلاثة أزواج إلكترونية ثلاثة روابطاي فبالتالي إذن ستة إلكترونات سنتثبت هل آن عدد صحيح حملاء إذن أربع آن تساوي ستة يحظف منها اثنين إذن تساوي أربعة إذن بالتالي آن تساوي واحد إذن كذلك نواة البنزين ينطبق عليها قاعدة هوكل إذن هذه الثلاثة خواس هي التي تميز إذن المراكبات الأرماطية تسوي تسوي ست testimony شكرا